دجاج متشوي بالفرن بتتبير له اللون كتير مميز مع سينية خضار بطريقة صحية أطيب غدا ممكن تحضروها لكل العيلة خليكن معي تابع الفيديو للأخير وإن شاء الله الوصف راحتنا لأعجابكن بالبداية بدنا نحضر تتبير للدجاج في عندي 6 فصوص توم بدي أهرزها مع ملعقة كبيرة من الملح لحتى تنعم معنا بهذا الشكل يسعدني ويشرفني أعرف المتابعين من وين عبيتابعوني ملعقتين كبار لبن زبادي يعني يوغورت ملعقتين كبار من الكاتشب هون الكاتشب عندي حار بشر ليمونة تعطينا نكم ومية زي للدجاج وعصير نصف ليمونة ملعقة صغيرة خاردل ملعقتين كبار فلفل أحمر مطحون هون الفلفل عندي حار ملعقة صغيرة أوريغانو ملعقة صغيرة كزبرة بودرة ملعقة كبيرة بصل بودرة ملعقة كبيرة كركم نص ملعقة كبيرة كمون نص كوب من الزيت الزيتون وفينا نستخدم الزيت النباتي نقلط هدول المكونات مع بعضهم وبهذا الشكل التطويلة صارت معنا جاهزة ما شاء الله اللون والريحة بتجنن في عنا كيلين ونص من الدجاج هون الدجاج منزوع منها الجلد استخدمت الأفخاد الأفخاد كاملة بشكل فيه شقوق بسكينة لحتى تتجرب التطويلة بشكل منيح وتستوي بسرعة منحط قطع الدجاج ومنغلفها كتير منيح من الطرفين هاي التطويلة كتير مميزة بتمنى تجربوا هاي التطويلة ان شاء الله رحتنا لعجابكم منغطيه ومنتركها ليلة كاملة ولو مستعجلين عليها ممكن نتركها ساعتين بس بالتطويلة وهلا بدنا نحضر سينية الخضار في عندي كمية من البروكولي طماطن جزر فلفل أحمر فلفل أخضر قرنبيت يعني الزهرة فطر باتنجان وطبعا فينا نغير بأنواع الخضار ونحط أي نوع مفضل عنه في عندي كمية من زيت الزيتون شوية ملح كزبرة والسمانق الكميات منحطها على حسب رغبتنا وعلى حسب كمية الخضار وأي نوع أعشاب منفضلها ونرغبها فلفل أحمر كامون نخلط الخضار مع التطويلة بشكل كتير مناح وبهذا الشغل الصينية صارت معنا جاهزة لحتى تدخل الفرن والفرن شغال على حرارة 180 درجة مئوية النار شغال من فوق ومن تحت لحتى تستوي وتأخذ لون حلو وهذا هو شكل الدجاج من بعد ليلة كاملة بنحطها بالصينية فضلا ندعموا الفيديو بلايك وتعليق وإذا ما كنتم مشتركين في القناة تشتركوا وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد حطينا كل كمية التطويلة فيها بنغطيها بورق الزبدة ومن بعدها بورق القصدير ومن داخلها الفرن الفرن شغال على حرارة 200 درجة مئوية تقريبا تحتاج لساعة ونص لحتى تستوي وتأخذ لون حلو بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو وحط لايك وتعليق وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقيوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف وبهذا الشكل خلصت وصفتنا اليوم بتمنى نالت أعجابكم وانتظروني بوصفة جديدة مع سلامة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر